موسيقى موسيقى مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة اليوم هو التاسع من يونيو للعام 2018 تلقى اليمنيون صدمة كبيرة بعودة المشروع الإمامي ممثلا بالحركة الحوثية هذه الصدمة دفعت الكثير منهم لفتح ملفات كثيرة منها ملف العلمانية بصورة غير مسبوقة الحديث كان عن العلمانية سائد من قبل لكن بهذه المرة بصورة غير مسبوقة وعلى غرار شعار الإسلام هو الحل الذي رفعه الإسلاميون في العقود الماضية رفع بعض العلمانيين العرب شعار العلمانية هي الحل واليمنيين تحديداً حديث عن اليمنين الآن وهذه المسألة أصبحت قضية رأي عام وقضايا الرأي العام ينبغي أن تناكش بشكل صريح في وسائل الإعلام لمساعدة الناس على فهم المشكلة لكن للأسف لم نجد من يناكش هذه القضايا بشكل منهجي معمّق في وسائل إعلامنا على الرغم من أهميتها وخطورتها وعلى الرغم من بقائها في المستقبل هذه قضايا ثابتة ستظل الفترات طويلة في المستقبل ستظل باقية وستكبر مع الأيام بحكم اتساع دائرة الناكمين على الدين والمتدينين من ناحية وبسبب اتساع رقعة الوعي الفكري عند الناس من ناحية ثانية وبالرغم من إدراكنا في هذا البرنامج لأهمية هذا الموضوع من فترة طويلة إلا أننا تحاشينا طرحة لأن طبيعة البرنامج نفسها لا تسمح بذلك الأجندة ببرنامج تحليل سياسي وتأصيل سياسي في المقام الأول يتعرض للفكر السياسي أحيانا على هامش القضايا السياسية لكنه ليس برنامجا فكريا خالصا كما يظن بعض الأخوة الذين يطالبوننا بمناكشة قضايا من هذا النوع يرسلون ويقولوا ناكشوا القضية الفلانية ناكشوا الفكرة الفلانية لا إنما بمناسبة شهر رمضان وخصوصية هذا الشهر كنا لا بأس لو عدلنا كليلا في خارطة رمضانية وركزنا أكثر على بعض قضايا الفكر السياسي الملحة لدى الجمهور ناكشنا بعضها في السابع الماضي حتى لو كان نقاشنا لهذه القضايا غير شامل وغير عميق لأنه الوقت لا يسمح ولأنه ما يقال فيه برنامج تلفزيوني غير ما يقال فيه محاضرات أكاديمية البرنامج التلفزيوني بيستهدف عامة الناس وبنحاول يكون بسيط وبنحاول نجيب الخلاصة المفيدة نحن فقط نحاول أن نضع مفاتيح فهم المشكلة في يد الجمهور بشكل مبسط وليس الهدف العرض والمفصل أو الغوص في بحور المشكلة البحور العميقة يعني والشيء الذي حفزني على طرح موضوع العلمانية الليلة هو حجم الأوهام التي تشكلت حول هذه الكلمة يعني هناك كم كبير من الأوهام التي حاطت بهذه الكلمة في أذهان المتصارعين عليها الإسلاميين والعلمانيين وكل طرف لديه أوهامه الخاصة حول هذه الكلمة هذه الحلقة هي محاولة متواضعة لتفكيك بعض هذه الأوهام حتى يكون الخلاف بين الطرفين على بين يعني نحن بنساعد الأطراف بنساعدها على أن يكون خلافة أركة شوي ترتفع بخلافة إلى مستوى أركة ومكافحة الأوهام هو أعظم عمل ممكن أن يقوم به طلاب التغيير الذين ينشدون الإصلاح لأن الأوهام هي التي أوصلتنا إلى هذا الخراب الذي نحن فيه الآن لو أن أجدادنا كاموا بواجبهم كاموا بواجبهم في مكافحة الأوهام والخرافات ما خرج علينا أصحاب الكهف والرقيم وحولوا حياتنا إلى جحيم في اليمن وطبعا ليس من السهل مكافحة الأوهام والخرافات لأن تأثيرها على عامة الناس مثل تأثير السحر الأوهام لها سطوة على الناس العاديين لها سطوة ولها سحر ولها تأثير والمسحور لا يستطيع بسهولة التحرر من سيطرة السحر الوهم يسيطر على النفس مثل الشلك الغراء والإنسان يعلق أحياناً إذا ما عندهش وعي يعلق مثل الفأر في مصائد الوهم وهنا تأتي مسؤولية النخبة المثقفة لتحرير الناس من مصائد الوهم والخرافة سواء كانت عند اليمين ولا عند اليسار عند الإسلاميين ولا عند العلمانيين أيما كانت كلهم عندهم أوهامهم الخاصة يعني كل واحد له وهمه هذا على افتراض وجود نخبة متحررة من الوهم والخرافة يعني إذا افترضنا أنها موجودة هذه النخبة سنناكش في المحور الأول من هذه الحلقة أوهام العلمانيين حول العلمانية أو بعض هذه الأوهام يعني ونخصص المحور الثاني لأوهام الإسلاميين كونوا معنا في البداية لابد من التوقف عند كلمة علمانية هذه الكلمة نفسها ماذا تعني في المعجم في لسان العرب قبل ما نأتي إلى المصطلح لأنه تبتعرفون أنه بعض الكلمات لها معنايين معنى معجمي يعني معنى العادية اللي بيستخدموه الناس ومعنى اصطلاحي اللي غالبا بيستخدموه العلماء أصحاب الاختصاص مثلا كلمة صلاة معناها عند العرب قبل الإسلام هو الدعاء كما يقولون الدعاء صليت يعني دعوت ولما جاء القرآن أعطى لهذه الكلمة معنى جديد إضافي هو هذا الذي تعرفونهم من ركوع وسجود وهيئة معروفة وكذلك كلمة صيام وكفر ونفاق وفسق وغيرها من هذه الكلمات الدينية وغير الدينية كلها كان لها معاني شعبية مستعملة عند الناس وبعدين أصبح لها معاني إصطلاحية إصطلاحية يعني اتفك عليه أو إصطلح عليه أهل اختصاص معين وكلمة علمانية مثل ذلك كلمة علمانية في المعجم نسبة إلى عالم علماني أو علماني نسبة إلى عالم العالم اللي هو الدنيا هذا العالم الذي نعيش فيه ما ينتسب إليه ما ينتسب إلى هذا العالم اللي بنعيش فيه يسمى علماني تماماً مثل ما نقول مثلاً دنيوي ما ينتسب إلى الدنيا فهو دنيوي ومثل ما ننسب الرقصة أو البرعة إلى منطقة في اليمن فنقول مثلاً هذه برعة حارثية وهذه همدانية نسبة إلى بني الحارث أو إلى همدان أو رقصة لحجية نسبة إلى لحج أو صنعانية نسبة إلى صنعة وهكذا يعني كلمة علمانية نسبة إلى العالم يعني ما ينتمي إلى هذا العالم الذي نعيش فيه كلمة عربية واضحة الكلمة المقابلة لكلمة علماني التي تقابلها هي كلمة أخروي أو ديني يعني اللي ينتسب إلى الآخرة أو إلى الدين هذا في مقابل هذا والعلاقة بين كلمة علماني وكلمة ديني هي علاقة اختلاف هذه مختلفة عن هذه لكن هذا الاختلاف قد يكون اختلاف تنوع وقد يكون اختلاف تضاد كيف خذ مثلا العملة النقدية المعدنية هذه الريال والريال الفرانسي هذه العملة لها وجهان وجه مرسوم عليه صورة ووجه مرسوم عليه أو مكتوب عليه كتابة العلاقة بين الصورة والكتابة في الريال المعدني هي علاقة اختلاف هذا مختلف عن هذا الصورة مختلفة عن الكتابة لكن هذا مجرد اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد بين الوجهين ما بيش تعارض الصورة ليست ضد الكتابة ولا تتعارض معها وانما مختلفة عنها هذا اختلاف تكامل وتنوع وليس اختلاف تعارض مثل اختلاف الخير والشر والحار والبارد الخير والشر في اختلاف بينهم لكن اختلاف تناقض وتعارض البارد والحامي اختلاف لكنه اختلاف تناقض وتعارض اما الصورة والكتابة في الريال فهي اختلاف لكنه اختلاف تنوع وكل واحد بيكمل الثاني بدليل انه الوجهين يشكلان عملة واحدة ليش بنقول الكلام هذا لانه الاختلاف بين العلمانية والدين او العلمانية والاخرة هو اختلاف تنوع في علاقة تكامل بينهم ما هي اختلاف تضاد كما يوهمنا البعض أو كما يتصور البعض وكذلك العلاقة بين العالم وبين الدين كما أقول بينهم اختلاف نعم لكن اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد لاحظ معي أن العملة النقدية الفلوس تعد ظاهرة علمانية يعني هي حالة علمانية الفلوس حالة علمانية يعني حالة دنيوية لماذا؟ لأنها تنتمي إلى العالم ولا تنتمي إلى الدين أو الآخرة ما فيش في الجنة فلوس وشيكات ومعاملات بنكية الفلوس ليست جزءا من الشعائر الدينية أو القيم الدينية أو الأحكام الدينية الفلوس ما يشمن هذه علشان كلها ظاهرة دينية لا هي قيم دينية ولا هي شعائر دينية ولا هي الفلوس قيم تجارية دنيوية يعني المال الفلوس دولارات ظاهرة علمانية تنتسب إلى العالم الذي نعيش فيه نحن نحاول نبسط الموضوع ما هي العلمانية الألعاب الرياضية أيضا كرة الكدم كرة السلق كرة المضرب وغيرها هذه كلها ظاهر علمانية لا خلاف عليها ما أحد قال أنه قوانين كرة الكدم جزء من الدين وكل المتعة الدنيوية هي ظاهر علمانية يعني تنتمي إلى عالم الدنيا وليست من عالم الدين وهكذا كل ما ينتسب إلى العالم أو إلى الدنيا نسميه علماني ببساطة متناهية هذا هو معنى كلمة علماني في حدود المعجم والمعنى المعجمي مهم لأنه لو اختلفنا في الاصطلاح نرجع للمعجم أما المعنى الاصطلاحي للكلمة فهو مشكلة كبيرة لأن الناس المختصين المثقفين في العالم لم يتفكوا على معنى محدد لها نحن العرب نظن أنه واضحة وأنه معنى فصل الدين عن الدولة نحن كذا نحب نبسط الأمور نحن قلنا أنها ليس لها معنى واضح كما سيأتي معنا في بقية الحديث إذن أين تكمن المشكلة؟ لماذا يتخاصم الإسلاميون والعلمانيون حول مفهوم العلمانية؟ الحقيقة الخصام الآن حول مسألتين في العلمانية المسألة الأولى حدود العلمانية ومساحتها خلاف حول حدودها ومساحتها وباللغة أصحاب العكارات والأراضي في شملان وما جاورها الناس مختلفين كما العلمانية اللبن كم هي لبنة والخلاف الآخر هو خلاف حول الأولوية لمن الأولوية؟ اليوم لنا كعرب يعني نهتم بمن؟ اليوم الأولوية للعلمانية أم للديمقراطية؟ هل مشكلتنا الأساسية نحن العرب مع الاستبداد؟ ولا مع الدين والفكرة الديني؟ الذين يعتقدون أن المشكلة مع الاستبداد يقولون الأولوية للديمقراطية كما نقول الذين يعتقدون أن مشكلة مجتمعاتنا العربية مع الدين أو مع الفكرة الديني يقولون الأولوية للعلمانية وحننظر من أجل العلمانية وهكذا هذا هو الخلاف إذن المسألة الخلافية الأولى بين العلمانيين وبعضهم من ناحية وبينهم وبين الإسلامين من ناحية أخرى هي مسألة حدود العلمانية ومساحة العلمانية في الحياة في الحياة الخلاف هو على مساحة الحياة كم منها علماني وكم منها ديني الحياة اللي احنا بنعيشها وعلشان نبسطها أكثر وأكثر للمتابعين العامة المتابعين نقول خلونا نفترض أن الحياة عبارة عن قطعة أرض مكونا من مئة لبنة باللغتنا في اليمن الخلافة الآن بين الورثة هو حول كم منها كم من المئة اللي ابنة هذه للدين وكم للدنيا طائفا من نعم بتقول المئة لبنة كلها علمانية يعني الحياة كلها ينبغي أن تكون علمانية دنيوية ولا دخل للدين في شيء طبعا هذه هي العلمانية الإلحادية التي تريد نفي الدين من الحياة استبعاد التمام من الحياة وهذا الشكل من العلمانية وهذا النمط وهذا التجربة أبرز من طبقها هو الاتحاد السوفيتي الحياة في الاتحاد السوفيتي قامت كلها على التفسير المادي والقيم المادية التي استبعدت التفسير الديني لكن هناك طائفة أخرى تقول لا خلونا نقول أنه في خمسين إلى سبعين لبنة من الحياة علمانية والباقي للدين يعني الدين يحضر فقط على مستوى الحياة الشخصية في حياتك في بيتك على مستوى الأفراد يعني أما الحياة العامة المدارس المؤسسات الحكومية لا لا دخل للدين بها روح الكنيسة على راحتك لكن حدود الكنيسة داخل الكنيسة ما لاش علاقة بخارج الكنيسة هذا رأي ثاني وهناك طرف ثالث هو الطرف الإسلامي المتعصب الراديكالي هذا يقول أبدا لا هذا ولا ذاك علمية لابنك كلها دين في دين وليس للدنيا من الدنيا شيء هذه ثلاث أذكار أو ثلاث مواكف من العلمانية طبعا هذا يكشف لنا عن أول وهم وقع فيه معظم العلمانين والإسلاميين العرب هذا الوهم هو تصورهم أن العلمانية مفهوم ثابت محدد وواضح مثل السلعة في الدكان يتأخذها كلها مثل ما جات من المصنع أو تتركها كلها هكذا يقول لك بعض العلمانين العرب يقول لك هي هكذا حاجة جاهزة ناجزة لا تأخذها كلها لا يتردها كلها ما يشخيار وفقه استأخذ منها ما تشتي وترجع منها اللي تشتي نحن عندنا أيضا سلفين علمانيين بالمناسبة يعني وسلفين ملحدين أحيانا يعني السلفية هي حالة تكون عند الإسلام أو خرج الإسلام نمط من التفكير السلفية نمط من التفكير وهذا عبارة عن وهم سببه الجهل المركب جهل من يظن أنه يعرف وهو في الحقيقة لا يعرف هذا جهل المركب لأن الحقيقة أن العلمانية هي عبارة عن اسم لتجربة تاريخية وليست فكرة مستكرة أو نص محدد في فرق بين التجربة والنص أو الفكرة هذه تجربة تاريخية يعني أنت تشوفها في حالة تجلي تاريخي ويتمر صيرورة ميزة التجربة أنها متغيرة من زمن لزمن ومن أمة لأمة ومن شخص لشخص ولذلك تجد المثقف الحقيقي المحترف يعلم أنه لا يوجد مفهوم ثابت للعلمانية حتى أن الباحث المختص عن مادة العلمانية في موسوعة إكسفورد كما أظن كما يروي الدكتور عبدالوهاب المسيري هذا الباحث اكترح أنه يحذف الكلمة من الاستعمال ويستبدلوها بغيرها لأنها أصبحت كلمة غامضة وبتسبب تشويش كبير في الفكر يعني كلمة علمانية يعني ممكن توصف يعني ممكن توصف بها الأشياء أي شيء ممكن توصف بها وتسميه علماني حتى الأحذية إذا أردت أن تقول أن هذا الشيء ينتمي للدنيا ينتمي للعالم ولا ينتمي للدين أو للآخرة ممكن تسميه علماني ممكن تقول مثلاً التلفزيون هذا اللي أنت بتشوفه منتج علماني يعني منتج دنيوي ينتمي إلى العالم أو تقول مثلاً قوانين الرياضة والمرور قوانين علمانية يعني قوانين دنيوية وليس الدينية قوانين كرة القدم ولعبة الشطرانج هذه قوانين لم ينزل بها جبريل هذه قوانين اخترعها الإنسان وضعية والدين لا يمنعها هي صحيح مختلفة عن قوانين الدين لكن الدين لا يمنعها ولا يحرمها قوانين الرياضة وما شابه إذن هي قوانين علمانية إذن هذا اعتراف في قوانين علمانية وفي قوانين دينية والمشكلة أن بعضهم استخدم الكلمة بمعنى مضاد للدين البعض في فرنسا وفي غيره مش بس اختلاف مع الدين لا يعني مش نقضية اختلاف لا تضاد يعني بينه وبين الدين مشكلة ولهذا اختلفت أشكاله العلمانية المطبقة في أوروبا والعالم هناك علمانيات في العالم وهي الأغلب متسامحة مع الدين وفي علمانيات أخرى معادية للدين مثل العلمانية التي في فرنسا ومثل العلمانية التي كانت موجودة في تركيا وما فيش علماني غربي قال بالرغم من هذا كله ما فيش علماني غربي قال إحنا بنطبق العلمانية على أصولها كما هي مذكورة في كتب السلف العلماني الصالح مثل ما بيحصل عندنا من بعض العلمانيين العرب لا العلمانية عندهم هي عبارة عن كما قلنا تجربة صيرورة متحولة أو هي الحدود التي تختارها الأمة أو يختارها الشخص للدين في حياته يقول أنا حدود الدين عندي لا هنا والباقي للدني فمنهم من يريد استبعاد الدين من الحياة كلها ومنهم من يرغب في استبعاد الظواهر الدينية من الحياة العامة فقط مع إبقاء الدين الحرية كحرية الشخصية ومنهم من يريد أن يجعل قيمة الدين العامة قيمة الدين مش حكامة مرجعا عاما لقوانين الدولة للدولة كما هو حال الأحزاب المسيحية في أوروبا يقول لك إحنا ضد المثلية هذه تخالف القيمة الدين المثلية الجنسية هذه قيمة وهذه الأحزاب المسيحية المتدينة لا تقول إن كل شيء في الحياة يقضع لأحكام الحلال والحرام أو الأحكام الخمسة كما يقول الفقهاء عندنا وإنما يتحدثون عن قيم المسيحية العامة ويظلوا علمانيين اسمهم علمانيين فيهم يعني معترفين بالنظام العلماني أقصد وهذا يعني أن الأحزاب المسيحية العلمانية تعترف بوجود مساحة كبيرة من أحكام العلمانية يعني الأحكام التي تنتمي للعالم وليس للدين هذا في أوروبا طيب إذن أين العلمانية الثابتة المحددة التي يتحدث عنها بعض العلمانيين العرب لا توجد إلا في رؤوسهم عليها السلام المشكلة الأخرى عند بعض السادة العلمانيين هي إيمانهم بالعلمانية أكثر من إيمانهم بالديمقراطية يشترطون العلمانية ولا يشترطون الديمقراطية يقول لك أننا بحاجة علمانية وليس بحاجة ديمقراطية أو على الأقل أجلوها يشترطون العلمانية قبل الديمقراطية وهذا ناتج عن وهم آخر أو اعتقاد خاطئ بأن مشكلات العرب والمسلمين عموما سببها الأول هو الدين أو الفكرة الدينية على الأقل وليس الاستبداد كما نعتقد أو يعتقد كثير من النخبة العربية وهذا كما قلت مجرد وهم أو محاولة لتزوير الوعي ولذلك الذي يقود هذه المحاولة الآن هي الإمارات وما شبهها وهي محاولة يعني منظومة حلف إسرائيل الجديد هي اللي بتقول العلمانية أولا وهي محاولة خطيرة بالمناسبة تشبه أن تعطي أحدهم علاجا خاطئا بسبب سوء التشخيص شوف لما واحد يروح يتعالج ويشخصه تشخيص خاطئ ممكن يكتله يموته التشخيص الخاطئ مثل المرض قد يؤدي إلى الوفاة لماذا نقول ذلك؟ لأن الحقيقة واضحة مثل الشمس واضحة مشكلة العرب الأساسية هي الاستبداد وهذا ما اتفق عليه معظم المفكرين العرب المحققين طوال التاريخ الماضي الكرن الماضي وهم يبحثون سر التخلف العربي ومعوقات النهوض معظم المحققين منهم أشاروا إلى الاستبداد قالوا الاستبداد هو المشكلة وليس هناك مفكر عربي درس العقل العربي وبحث مشكلاته مثل الدكتور محمد عبد الجابري هذا مختص في العقل العربي مختص في النهضة العربية ومشكلة النهضة العربية هو صاحب مشروع نقد العقل العربي ماذا يقول دكتور الجابري دكتور الجابري يقول مشكلتنا مع الاستبداد وليس مع الدين أو الفكر الديني والحل هو الديمقراطية وليس العلمانية في المقام الأول بل أنه ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال أن العلمانية هي اختراع طائفي عربي أو جدته الأكلية العربية المسيحية لحماية نفسها وأنا طبعا لا أتفق مع هذا الرأي لأنه أنا أرى أيضا أن العلمانية حل لكنها حل مشكلة ثانوية تكف في الرتبة الثانية وليس في المقام الأول في المقام الثاني ممكن عندنا مشكلات فعلا تحتاج إلى علمنا لكن أي شكل من الأشكال العلمانية هذا أمر يحتاج إلى تفصيل صحيح هناك مشكلات خطيرة في الفكر الديني تتسبب في إعاقة العقل العربي وتتسبب في تزييف وعي المسلم وأنا واحد من الذين قالوا هذا الكلام مرارا منذ سنوات لكن هذه المشكلات أو عناصر الإعاقة الموجودة في التراث الديني عندنا ما هيش المشكلة الأساسية المباشرة كما قلت مشكلتنا هي مع هذه الأنظمة الفاسدة المستبدة التي تحكم هذه الشعوب وتحول جهودها وطاقاتها وإمكانتها إلى رمد مهما سويت مهما أبدعت مهما أنجزت ومعك هذه الحكومات ما فيش فائدة يعني حتى لو اختفت الدين من الحياة وبقيها الاستبداد سيظل الاستبداد موجود وسيظل هو مصدر جميع مشكلاتنا العربية كما قال العبكري المصري جمال حمداد في كتابه الشهير شخصية مصر تكلم عن الاستبداد وكرر الكلام فيه بصورة مؤثرة جدا جدا يعني عنده نص يكاد يكون منفسته إعلان يعني حول الاستبداد ومخاطرة وطبعا الجابري وجمال حمدان ليسوا إسلاميين هذولا محسوبين على العلمانية ليسوا إسلاميين حلا علشان ما يقولوا لاش أنه نحن نستشهد بناس متعصبين ضد العلمانية إلا هذولا علمانيين هذه شخصيات علمانية في حقيقة الأمر لكن منطق المنهج ومنطق العلم الرصين هو منطقهم موقفهم من العلمانية من موقف علمي أكاديمي مش موقف أيديولوجي كما هو حال العلماني المتعصب عندنا علماني متعصب ضد الدين مثل الدكتور سيدة الكمني مثلا هذا نموذج للعلماني المتعصب ضد الدين سيدة الكمني ظهر في مناظرك قبل سنوات مع الدكتور المرحوم عبد الوهاب المسيري حول العلمانية وجاء في هذه المناظرة كلام على لسانة سيدة الكمني كلام كثير أو بالأصح أوهام كثيرة من هذه الأوهام أنه سبب تقدم إسرائيل هو الأخذ بالعلمانية تعالوا نستمع إليه النهارة في 6 مليار رجبه قطار العلمانية 6 مليار عدد العالم كان فيه شوف قد إيه رجبه قطار العلمانية من الشرقي إلى الغرب روسيا الشعية رجبة القطار الدول الشرقية رجبة قطار العلمانية الكل رجبة قطار العلمانية طبعا عايز أفرّب بين المنظومة الشعية كعلمانية من نوع والمنظومة الغربية كعلمانية من نوع لكن انا كمواطن عربي مسلم مصري يشغلني وطني وبالتالي عندما اشاهد العالم يتقدم ويتجاوز يهف تهفو روحي وتهفو نفسي الى العلمانية الى تقدم مثيل لانه اسرائيل اللي جنبنا ديا يعني اللي ادى الى تقدمها وتفوق هذا التفوق على امة الشورى والبيعة هي العلمانة لانها علمانة نفسها فاخذت بالعلمانة فتفوقت هذا التفوق نحن بحاجة ماسة وضرورية الى علمانة هذا المجتمع لانها اثبتت نجاحات اينما طبقت اينما طبقت هي ناجحة طبعا الدكتور عبدالوهاب المسيري رد على الكبني في المناظرة بما معناه قال له الوطن العربي كله محكم بانظمة شمولية علمانية ومدعوما من حكومات غربية علمانية فلماذا لم يتقدم كما تقدمت اسرائيل اذا كانت العلمانية هي سر التقدم ما هو اللي بيحكمونها كلهم علمانيين اذا هذا تشخيص خاطئ اشبه بالقول ان اللون الاسود شرط لكي تكون احسن لاعب في كرة السلة مثلا بدليل ان افضل لاعب في كرة السلة سود هذا دليل او اشبه بالقول ان اليهود او الديانة اليهودية هي افضل ديانة بدليل ان اكثر المخترعين والعباكرة يهود ايش وهذه الملابسات استغلال الملابسات الخاطعة في الاستشهاد والاستدلال سيد الكمني في هذه المناظرة ارسل سلسلة من المغالطات تكاد تكون هي نفس المغالطات اللي بيرددها عندنا صغار العلمانيين العرب طبعا سيد الكمني معروف بين النخبة العربية من هو مش عايزين نقول يعني من انجاب الرسالة الدكتورة حقها فمن ضمن مغالطات ايضا قال ان العلمانية هي سلة العلوم في اتاخذ هذه السلة يتتركها يعني كأنه يريد يقول لا علم بلا علمانية اذا اردت العلم فعليك بالعلمانية وهذا كلام يعني كلام غير علمي بالمرة يعني ومجرد يعني بروبغاندا دعائية العلم ظاهرة مستقلة توجد بالدين او بغير الدين ودائما ما نقول ان تاريخ العلم مع حقوق الانسان والسلام اسوأ بكثير من تاريخ الدين بدليل ان الحروب العالمية الكبرى والحروب الاستعمارية التي تحركت بدوافع علمانية خالصة هذه كلها علمانية العلمانية قد تكون حل نعم لكن لمشكلة اخرى تأتي بعد مشكلة الاستبداد هي مشكلة المذاهب والافكار البشرية الملتصقة بالدين او مشكلة الاديان المحرفة بلغة ادك وذلك كانت مشكلة في اوروبا بسبب الكنيسة لان دين الكنيسة الدين محرف ابتداء هذه مذاهب اكثر منها دين عموما سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال الحديث عن اوهام الاسلاميين في المحور الثاني ابقوا معنا برأيك كيف استطعت المرأة اليمنية خروج من جو الحرب ومعوما فعن المرأة اليمنية في القدم وحاليا بأيك قدت الحكومة اليمنية بان ميليشيات الحوثي غير مستعدة للدخول في اي محور حمل الآن تطبيق بلقيس وكن في قلب الحدث اهلا بكم من جديد مثل ما للعلمانين اوهام عن العلمانية كذلك للإسلامين اوهامهم حولها بل ان اوهام الاسلامين اكثر بكثير يعني هم مثل العلمانين يعتقدون انها مفهوم ناجز ثابت محدد ولا يستطيعون ان يتصوروها حالة ديناميكية متحولة ما يقدروش لانه العقل الاسلامي نفسه عقل ثبوتي يعني يحب او تعود انه يشوف الاشياء على شكل الصور الفوتوغرافية ثابتة في حين ان الحياة يعني اشبه بالشريط السينمائي متحرك لا يوجد شيء ثابت لكن اخطر اوهام الاسلاميين حول العلمانية هي اعتقادهم انها فكرة مضادة للدين هذه هي المشكلة هذا الاعتقاد تسرب اليهم من اخطاء في قراءة التجربة الاوروبية مع العلمانية في بداية القرن العشرين عندما تسربت هذه الكلمة الى الثقافة العربية لم يكن لدينا مثقفون ثلاسفة مستوعبون للتاريخ الاوروبي وتجربتها الفكرية ما كانش عندنا هذول المثقفين بحيث يكشفون عن اسرار هذا التاريخ ولهذا عندما عالج الاستاذ جمال الدين الافغاني عندما عالج هذه الكلمة في اوائل القرن العشرين وحاول يشرحها خلط بينها وبين الالحاد في كتاب عن الدهريين سمى الدهريين ربما لانه وجد ان اكثر من يتمنطق بكلمة علمانية هم الملحدون ربما لهذا السبب خلط بين العلمانية والالحاد لكن جمال الدين الافغاني لم يكن يعرف وقتها ان هذه الكلمة صنعت اساسا لمواجهة الالحاد في اوروبا اول من استعمل كلمة علمانية بالمعنى الحديث لانه المعنى القديم سيكولار موجود المعنى الحديث اللي هو سيكولاريزم اول من استعملها هو الانجليزي جون هوليوك جون هوليوك غير جون لوك كان هذا في اواخر القرن التاسع عشر عندما اراد جون هوليوك ان يميز موقفه عن موقف الملحدين طبعا كان في زمن صراع بين المؤمنين بالمسيحية وبين الملحدين هو اراد ان يقول انا لانا مسيحي ولانا ملحد فكان انا علماني يعني ربوبي اؤمن بوجود رب هو مركز العالم ولا اؤمن بالكتب المقدسة لدى الكنيسة ولانا ملحد وهذا ينقلنا الى الوهم الاخر لدى الاسلاميين وهو ان العلمانية حالة غربية خالصة هم يقولوا هكذا هذه حالة غربية هذه حق الاوروبا لا يمكن ان تنفصل عن التاريخ الاوروبي حتى ملناش علاقة بها يعني لا توجد علمانية الا اذا وجدت اوروبا وكأنهم يقولون لا يوجد عالم ولا توجد ظواهر تنتمي الى العالم الا اذا وجدت اوروبا طيب خلينا نتخيل ان اوروبا هذه لم تخلك اصلا هل معنى ذلك ان الاسلام لا يعترف بوجود مساحة حلمانية لا يعترف بالعالم السؤال بصيغة اخرى هل يعترف الاسلام بوجود شيء اسمه الدنيا العالم ظواهر الدنيوية السؤال بصيغة الثالثة ابسط هل تعترفون انتم ايها الاسلاميون مثلا بان قوانين الفيفا الرياضية مثلا قوانين دنيوية تنتمي الى العالم ولا كل شيء عندكم دين ولا وجود للدنيا اذا قلتم نعم الاسلام يعترف بوجود ظاهرة اسمها العالم مختلفة عن الدين واليوم الاخر اذا قلتم هذا فهذا يعني ان الاسلام قد اعترف باساس العلمانية اساس العلمانية هو الاعتراف بوجود ظاهرتين مختلفتين هما الدين والدنيا مجرد ما يكرر الاسلام بوجود ظاهرة اسمها العالم خلص اكرر باساس العلمانية وشرطها الاول ووضحنا في المحور السابق ان الاختلاف بين هذه الظاهرة وهذه لا يعني التعارض يعني الدين ليس نقيضا للعالم الدين مكمل للتجربة الانسانية في العالم الدين جاي يكمل تجربتنا في هذا العالم ويوجهها وانتو بتقولوا الحديث النبوي بيقول انما بعثته لأتمم مكارم الاخلاك يتمم مش يوجدها من العدم في مكارم اخلاك عند الانسان وما دام ان الاسلام يعترف باساس العلمانية فلا مشكلة بعد ذلك لأن الاسلاميين غير مطالبين بتبني التجربة الغربية في العلمانية هم مطالبين شرعا بتعمل المساحة التي يتركها الاسلام للعلمانية الداخلة يعني ما لا يعرفه الاسلاميون هو ان العلمانية شرط في وجود الدين لا دين بلا علمانية كذا من كاصرها يستحيل ان يوجد دين بدون علمانية لانه ليستحيل ان يوجد دين بدون دنيا الدين تجربة تحدث داخل العالم وليس في الفراغ وليس خارج العالم يعني لو ما فيش عالم ما فيش دين الدين لا يمكن ان يلغي العالم لا يمكن ان يقول ما بشي لانا ولهذا القرآن الكريم يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا القرآن بهذا يعترف بوجود ظاهرة مستقلة اسمها الدنيا والواجب على الاسلام هنا ان يتأمل مساحة الدنيا داخل الدين هذه المساحة مساحة الدنيا داخل الدين داخل القرآن اللي يسمح بها الاسلام هي العلمانية سمع مساحة علمانية لا عليه من العلمانية حق الكفار طوز فيها سيبك من علمانية الكفار وصيبك من التجربة الاوروبية كلها خلينا نتأمل وننظر داخل الإسلام نفسه بمنهج علمي معتبر ونشوف هل هناك مساحة تركها الإسلام لتجربة الإنسان يخوضها بمفردة تجربتها الشخصية بعيد عن هيمنة الدين إذا وجدت هذه المساحة فهي مساحة علمانية أما أن ننكر كل أشكال العلمانية ونقول لا ما فيش لا دين في كل دين في دين هذا تهور وكلة علم وكلة عقل وهذا اللي يخلي بعض العلمانيين ينكتوا علينا ويقولوا مثلا يسألوهم يسألوا الإسلامين ما حكم التسلل والضربة الركنية في كرة القدم ما حكمها من الناحية الشرعية طبيعي هذه أحكام مدنية وليست أحكام دينية يعني أنتم عارفين في أحكام مدنية كثير الصواب والخطأ حكم مدني اللائك وغير اللائك الجيد وغير الجيد هذه أحكام مدنية ما لها علاقة بالدين أحكام الدين هذه موضوع مختلف تماما وما هيش كل الدنيا أحكام دين في أحكام مدنية وأحكام دينية الأحكام المدنية هي أحكام علمانية خلونا نضرب مثل واضح يبين كيف أن الإسلاميين اشتبكوا مع العلمانية بدوافع غير علمية بمنطق غير علمي وغير ديني أيضا سنختار المثل الشهير الذي ضربه الشيخ العلامة علي عبد الرازق وهو مسألة الخلافة علي عبد الرازق قال لهم يا جماعة لا توجد آية واحدة في القرآن ولا حديث نبوي واحد يوجب على المسلمين إقامة دولة وأمم الأرض كلها أكامة دول من غير آية ولا حديث لأن الدولة ضرورة اجتماعية هذا كلامنا الدولة ضرورة اجتماعية وليست فريضة الشرعية هذا أمر طبيعي الصين أف سوى الدولة وإسرائيل سوى الدولة ولا عندهم لا قرآن ولا حديث الناس يقيموا دولة عندما يحتاجون إليها وليس لأن الدين أمرهم بها ولهذا كانت الدول موجودة طوال التاريخ قبل الأديان وبعد الأديان التاريخ في ظل وجود الدين وفي ظل غيابة إذن لا يوجد لديكم هكذا كلام عبد الرازق يعني لا يوجد لديكم دليل شرعي غير دليل الإجماع عندما تقولوا الإجماع لكن هذا الإجماع كما يقول قد يكون إجماع مدني مش ديني يعني المسلمون أجمعوا على أن الدولة ضرورة مثلها مثل بقية الأمم على التي أجمعت طبعا هذا الكلام ما قالوش في نفس الكتاب قال ما معنى في كتاب آخر أصطرف في ناية حياته قالوا بل هو إجماع ديني هم هكذا قالوا الإسلامين الإجماع على الدولة إجماع ديني فرد عليهم بكتاب في آخر عمره حول الإجماع يعني طعفر في حجة الإجماع طعفر كما يقولون في صنها أثبت فيه أن الإجماع ليس حجة شرعية أصلا لأنه من ناحية لم يحصل على إجماع الفقهاء يعني الفقهاء لم يتفقوا ولم يجمعوا على أن الإجماع حجة إذن نكض نفسه بنفسه هذا أولا ثانيا لأنه ليس فيه ولا مسألة واحدة متفق عليها داخل الإجماع يعني مسائل الإجماع كثيرة ولا مسألة واحدة اتفق عليها الفقهاء أو أجمعوا عليها إذن ما فيش حجة نهائيا وكثير من الفقهاء يرفضون الإجماع طيب إذن ما فيش دليل ما فيش دليل لا حديث لا آية لا إجماع طيب إذن نحن أمام قضية تحتمل الخلاف بين الفقهاء هذا يعني مجاملا لهم تحتمل الخلاف بنكون والقضايا التي تحتمل الخلاف هي قضايا مذهبية مش قضايا دينية قضايا مذهبية يعني مش قضايا دينية الدين ما هو الدين هو الثابت فقط الثابت أما آراء الناس فلا يصح أن تكون دين أبدا لأن القرآن يشترط في الدين أن يكون حق الدين هو الحق وبالحق نزل ما هو الحق الحق في اللغة هو الثابت الشيء الثابت الذي لا خلف عليه إذن قضية إقامة الدولة أو إقامة الخلافة ليست من قضايا الدين بل من قضايا الدنيا صحيح القيام الدينية العامة تهيمن على كل سلوك الناس قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومواتي لله رب العالمين هذا معناها القيام العامة للدين هي لي تهيمن لكن القيام العامة الشيء والأحكام الدينية الشيء آخر الأحكام الفقهية الخمسة التي تسيطر على كل مساحة الحياة كما يقول الفقهاء شيء مختلف الفقهاء عندنا اجتهدوا وقدموا نظرية هي نظرية الأحكام الخمسة قالوا أنه أي سلوك تسويه في الحياة لابد أن لحكم من الأحكام الخمسة إما أنه محرم أو واجب أو مكروه أو مستحب أو مباح وقالوا هذه الأحكام تغطي كل حركة من حركات المسلم المكلف هذه الأحكام هذه النظرية لم ينص عليها القرآن مثلا ولا قالها الحديث إنما هي نظرية استنبطها الفقهاء من خلال استقراءهم في النصوص وقالوا بها لكنها تظل عملية اجتهادية كابلة للأخذ والرد وفقا للمعايير العلمية المعتبرة وبالمناسبة هي حتى من داخل علم الأصول المعترف به ممكن نقضها ممكن نقضها دخلنا في التعقيد أليس كذلك؟ معلش عموما ما أردت قوله هو أن ما يحتاجه الإسلاميون هو أن يطبقوا أصول الفقه الإسلامي المعروفة لديهم بس بس بصورة علمية طقيقة يطبقوها لو في ناس عندهم أصوليين بارعين يكتشفوا أن العلمانية هذه جزء من الإسلام وسيكتشفون أن القواعد تسمح بكثير مما يرفضه هؤلاء وتنفي الكثير مما يؤمنون به سيكتشفون أن حجم المتفق عليه بينهم قليل جدا والباقي مساحة اختلاف مساحة الاختلاف هذه هي مساحة العلمانة كما يسمح بها الإسلام والأمر لا يحتاج إلا إلى مشتهدين من طراز رفيع لا مجرد حفظ ومرددين كما هو الحال الآن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر